السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد خيالي ودرس جديد من دروس برنامج Adobe InDesign بدرس النهاردة نتعرف على الأمر في غاية الأهمية وهو أمر Brieflight بصراحة أمر أعتقد أن أي مصمم في العالم يتمنى أن هذا الأمر يكون مهجوز في جميع برامج Adobe هذا الأمر مسؤول أن يكتشف لك الأخطاء في الملف طبيعاً تشغال في أي تصميم مجلة كتاب بروشور منيو بيزنس كارت أي أن كان هو التصميم طبيعاً تشغال أكيد تغلط في تيكست تحطي غلط أوفر ست للتيكست سور هايزوليوشا بتاعها مش كويسة أو جودتها مش كويسة أوفر برينت أين كان الأخطاء عندك إيه؟ فالإن ديزاين قادر أنه يكتشف لك الأخطاء دي قبل ما تصدر الملف للمطبع أو حتى تبعاته لأعميل أو ترفع على النت لو شغلتها ديشتال بابلشينج فالأمر ده من مهمته أنه هو يكتشف لك أي خطأ في الملف أي يقول لك خلي بالك أنت عندك الخطأ المعين في الصفحة المعينة لازم تعالجه ولكن مش معنى أن في خطأ يبقى الملف غير صراح للتباعة أو التصدير لأ الملف هيتطبع عادي أتعمل برينت أتعمل إكسبورت أتعمل تصدير وملف هيتم معك بشكل طبيعي ولكن برنامج بيقول لك خلي بالك أنت هنا عندك خطأ وليك حرية اختيار يتكمل يتعالج الخطأ ده طيب إزاي بي أكتشف الأمر ده وإزاي نقدر أن نتعامل معه أنا عندي أمر لبسيط وده ملف عندي شغال عليه كنت تعامله طبعا للتدريب للدورة دي في صور فيه فيديوهات وهكذا لو جيت بسيط دايما شغال تحت أتلاقي عندك أمر تحت شايفين الأمر الصغير ده أتلاقي عندي دايرة باللون الأحمر ومكتوب جنبها error أي أن كان عدد error دي الأخطاء اللي عندك في الملف أنا عندي هنا أربعة error جميل طيب لو أنت بسيت على الملف عندك لو أنت فتح الإنزاين دلوقتي ممكن تلاقي اللمبة دي عندك أو الدايرة دي باللون الأغضر ومكتوب no error يبقى أنت الملف بتاعك ما عندكش أي خطأ في الملف طيب معنى أن أنا عندي هنا four error أو أربعة خطأ أريد أن أعرف إيه هي الأخطاء دي وإزاي أقدر أعليجها كمان لو جيت بسيت جنب الأرر على طول ألاقي عندي حاجة اسمها basic working ومكتوب brief light profile يعني إيه الكلام ده خلا نكتشف مع بعض أول حاجة عشان الأمر ده تقدر تجيبه لو هو مش موجود عندك تحت لأي سبب من ما أنا عندي في قيمة ويندو هنا في عندي أمر اسمه output output كل الأمر دي إن شاء الله هنبقى نشرحها خاصة بالطباعة وبفنيات الطباعة وبفرز الألوان الأمر أنا ما أتكلم عليه النهاردة اللي هو brief light لو ضغط عليه كده بيفتح لي البانل اللي عندي دي نفس الطريقة البانل دي ما تفتح لو أنت عايزت تفتحها بعيدة عن القوائم تقدر زي ما قولنا هتيجي على ال arrow الموجود عندك وتضغط double click هيفتح لي البانل بالشكل دي خليني أجيبها معنا كده عشان نقدر شغل عليها كويس طيب هنا البرنامج أول حاجة خليني نمسكها حاجة حاجة أنا عندي هنا on و off طبعا اسم الأمر زي ما قولنا brief light لو ضغطت كده يبقى أنا طفيت ال brief light وهتلاقي تحت أنه مطفي فعلا بمكتوب جنب اوف هنا معنى كده أن انت بتوقف ال brief light في البرنامج يعني بتقول له ملكش ضعب الأخطاء ما تكتشفش أي حاجة سيبني شغال زي ما ولكن طبعا لازم نكون عاملين عليها دايما on عشان نساعدنا إن هو يكتشف الأخطاء ده بالنسبة لل on وال off طيب تاني حاجة عندي اللي هي البروفايل خلي بقى لك انت هنا شغال لإيه البيزيك بتاعه في الوركينج هنا دي اسمها البيزيك وتحت ال digital publishing ايه الفرق ما بينهم البيزيك اللي هو دلوقتي يكتشف الأخطاء الخاصة بالطباعة بملف الطباعة طيب وفي اخطاء تانية غير الطباعة انت ممكن تكون شغال ديشتال ببلشنج طب هتفرق ايه لو انت شغال في البيزيك اللي هو هنا دي حاجات فنيات خاصة بالطباعة فهو يكتشف الأخطاء اللي خاصة بالطباعة يعني عندي صور سي اي مواكي ولا الارج بي طبعا نعرفين الطباعة يبقى صور بتاعنا هتبقى سي اي مواكي عندي بنتون ولا ما عنديشي جودة الريزوليوشن جودة الصور طبعا لو ان شغال طباعة جودة الصور بتبقى او ريزوليوشن متاع الصور 300 لو انده شغال شغال ديشتال ببلشنج او هنشروا الحاجة دي عن نت فبالتالي مش محتاج جودة الصور تبقى 300 بالنسبة لي ممتاز جدا 72 نفس الفكرة بالنسبة للبليد والهوامش كل الكلام دي حاجات خاصة بالطباعة فأنا هنا بقول له البروفيل اللي انت اشتغل فيه او هتشيك عليه البروفيل الخاص بالطباعة اللي هو البيزيك لو انا قلت له الديشتال ببلشنج فهو بيغير اعدادات بتاعه يبتدي يدور في الحاجات اللي خاصة بالنشر على النت مش هيبعث عن البليد ولا هيبعث عن الالوان والسي موكي والبنتون والكلام ده كله لا هو هيركز في حاجات تانية منها اللينكات اللينك لو انا بقى شغال حاجة بيدي اف انتر اكتف اللينك ده صالح ولا لا انهو يبعثني لملف او صفحة خارجية وهكذا طيب خلينا انا هتم بموضوع الطباعة لان ده اغلب شغلنا على انتزاين فخليني اختار هنا الورك اللي هو البي هنا هوبيقول لي انت عندك دلوقتي نقطات كرضي لنك واحد تيكست يعني انك هذا الكلام ، اركز معا انا عدي سهم صغير هنا وهنا السهم الصغير هنا وهناب السهم الصغير ده فتح لي في الشيء ع Fair enough إذا ضغطت على سام الصغير يفتح الحاجات الثانية والسام الصغير يفتح الحاجات الثانية دعونا بالراحة بالراحة عشان ما ننتهش نشوف ايه يحصل اول حاجة انا هفتح اللينك اهو لقيت انه بيقول انت عندك جوه اللينك حاجتين خطأ ميسنج لينك وموديفايد لينك يعني ايه ميسنج لينك يعني اللينك ده مش موجود الصورة اللي انت حطيتها مش صارت تبقى صورة على فكرة ممكن ملف صوت ملف فيديو ملف إلستيليتور وPDF الغرض من الموضوع ان انت اللينك اللي عندك ده ميسنج انا مش لقيه مش قادر اعصر عليه يا اما حضرتك غيرت مكانه في اللينك الصورة ما احنا قلنا الانتزاين شغال زيالستيليتور لازم يبقى فيه لينك ما بين الحاجة اللي احنا نعطها فيه فانت غيرت اسم اللينك او نقلت المكان تاني او حزفته واندي حاجة تانية اسمها موديفايد لينك موديفايد دي امره بسيط ان انت عملت تعديل على اللينك ده امر التعديل سهل بقدر اعمله من قائمة لينك بعمله update بيتعدل الموضوع طيب برضو فين الميسنج لينك وفين الموديفايد لينك اعرفه منين قالك تعالى انت عايز الميسنج لينك اضغط على السهم الصغير ده هلاقيني بقولك ان انت عندك حاجتين ركزوا معي التيكست او الرقم اللون الورنج ده ده خاص بالصفحة اللينك ده معي فين في الصفحة عشان اروح له واشوفه انا عايز اروح اشوف الكلام ده فين هنا اسم اللينك نفسه او اسم صورة اللي فيها مشكلة زي ما قلنا بالشرط اللي بقى صورة يعني لو قفت هنا يركزوا ده ملف جي بجي اختصاره او امتداده جي بجي الملف الاخراني اللي تحته امتداده ايه انبي فور يعني كمان عندي فيديو فانا عندي اثنين ميسنج لينك هنا لو ضغطت هنا على رقم واحد معنى ان اللون ده اورنج يعني ده قبل ان انت ضغط عليه اضغط عليه فعلا انت قلي مباشرة للصورة عندي وعمل لها سلكتا وتحديد او هو عمل لها تحديد بيقول لي انت عندك الصورة دي حتى بصوا علامة الاستفهام دي عندي مفقودة هنا طب ايه الحل ازاي عالجها قالك لو انت مش عارف ازاي تعالجها تعال اضغط على انفو اللي تحت دي كده هتلاقي هو هنا في ميزة وجمال الانزاين انه هكتبلك البروبلم عندك ايه المشكلة او المشكلة يقول لك ان اللينك ده مفقود مش لقيه طب اصلاحها ازاي بيقول لك روح للبانل بانل اللينك طب تعال نروح معا ادي بانل اللينك فتحتها فعلا جايب لي اهو بيقول لي ايه اعمل ري لينك اضغط على البوتن او الزرار بتاع الري لينك اللي هو تحت ده اللي مش عارف الموضوع ده ممكن يرجع لدرس اللينك عشان يفهم حتى نتكلم عن ايه فاصبح لو ضغطت على كده ري لينك هيفتح لي دلوقتي فتح لي دلوقتي يبانل تانية وبيقول لي لو سمحت اعمل ري لينك او اعادة للفايل ده او للميسنج لينك ده عشان اغيره او ابدله بصورة تانية او بملف تاني لان الملف مفقود جميل انا هكانسل مش هصلحه تعال نروح للباكجراوند او المشكلة التانية في رقم 7 لو ضغطت كده هلاقي برضو راح لي فعلا ان انا عندي اللينك ده عبارة عن فيديو انا كنت هنا لو تفتكروا حاطت هنا فيديو متحرك في الجزء اللي ورده جميل نفس الفكرة او ازاي تصلحها كتب لك تحت او ايه المشكلة و ازاي تصلحها طيب خليني اقفل بانل اللينك دلوقتي واشوف عندي تاني ايه عندي مضيفاية لينك المضيفاية لينك قولنا امره سهل مجرد ما اضغط على رقم واحد كده وداني للصفحه طب دي مشكلتها ايه ويقول لك المشكلة هنا ان انت بس عايز تعمل الابديت والابديت امر سهل جدا نفس الفكرة هيقول لك لو روحت البانل اللينك اعمل بس ابديت فلو فتحت البانل اللينك هلاقي ان فعلا هنا مجرد ما تغضب الكليك على المثلث اللاصفر ده هيعمل هو ابديت طب ايه الفرق يقولنا بين الابديت والميسنج الميسنج ان الملف نفسه الاندزام مش عارف يتعرف عليه مش موجود انت غيرت اسمه او حذافته او نقلت مكانه انما الموديفاية لينك نفس الملف موجود وهو قادر يتعرف عليه وقادر يوصل لمكانه وقادر يوصل لاسمه ولكن اتعمل عليه تعديل يعني صورة زي دي انا فتحتها على الستريتور او فتحتها على فتشوب اعملت عليها تعديل اي ان كان ايه هو تعديل قصيت منها حاجة غيرت لونها وبعد ما سيفت ما حصلش ابديت هنا في الاندزام وده امر سهل طيب بعد كده اني قايمة التكست بيقول انت عندك مشاكل في التكست طب افتح كده لو ضغطت كده بيقول لي انت عندك حاجة اسمه ميسنج فونت لو ضغطت كده بيقول لي فعلا انت عندك خط اسمه جي اي سموس ده عندك فيه مشكلة طب هو فين برضه انا عايز اشوفه يبقى اضغط برضه على السهم الصغير ده هتلاقي ايه انت عندك فونت اسمه ملازل الفونت ده يعني الفونت ده مش موجود على الجهاز الملف ده اتعمل على جهاز خارجي وكان مختار الفونت اسمه جي اسموس والفونت ده اما جينا فتحنا الملف على جهازك الفونت ده مش موجود طب ايه الحل هو هنا برضه كتب لك هول مشكلة ميسنج فونت وحلها ان انت ديفرنت اختار فونت اخر او فايند فونت ابحث على الفونت ده بمعنى ايه حضرتك لو انت مصمم على نفس الخط العميل عايز نفس الخط انت عرفت اسم الخط ايه جي اسموس روح ابحث ابحث عنه على النت او اطلبه من العميل ونزله عندك على الجهاز هتتحل المشكلة دي او ديفرنت فونت غير الفونت اعمل select كده واختار انت فونت تاني من عندك كده طيب هل هي دي دي كون المشاكل اللي عندي هتقابلني في ال brief light معقول مافيش حاجه خاصه تاني بالصور حاجه جودتها صغيرة اوبر تيكست اوبر سيت او بنتون كالر حاجات تانية اكيد فيه طب انا عايز اجيب الحاجات الاكتر دي اوصلها ازاي دي فولت بتاع البرنامج البرنامج انا عامل حاجات دي فولت طيب ازاي اوصل للموضا ده اكتر خلينا نتعمق اكتر في ال brief light لان مهم جدا جدا ونشوف ايه اكتر حاجه نقدر نعملها فيه لو جيت على ايكونة الصغيرة دي وضغطت كده هلاقي عندي حاجه اسمها بالمناسبة save report ودي مهمة جدا جدا خلينا قبل ما نخش ونتعمق نعرف ايه هي save report خلينا اضغط كده على save report واوريكم بتعمل ايه وممكن تستفاد منها بايه save report هنا الاخطاء اللي عندي اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية دي اللي هي اللينكات والتيكست بتقدر ان انت تصدرها كملف بي دي اف طب ليه هستفاد ايه من الموضوع ده ورد جدا ان انت تكون شغال في مكتب دعاية واعلان او في مطبعه في عميل جايبلك الملف جاهز بقولك لو سمحت الملف ده تفضل كمل شغل عليه او عدلي عليه او لو انت شغال في المطبع هيقولك الملف ده جاهز تفضل اتبعه جيت انت فتحت الملف اكتشفت كل الاخطاء دي طبيعي جدا ان انت ترفع سمعت التليفون او تبعت ايميل للعميل تقوله لو سمحت انا عندك كذا 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 طبعا في التليفون وفي الايميل هتقعد تشرح كتير وتقوله ده انا عندي في الصفحة رقم 3 فيه صورة مفقودة طب هي فين الصورة بص على الشمال اللي هي الصورة رقم كذا اللي فيها واحد عامل كذا وحطت ايده كذا الكلام ده طب الريبورت هيحلي لي كل الموضوع ده متعودش تشرح له كتبيا او هاتفيا لا انا هنا بعمل سيف ريبورت هسايف ريبورت بتاع الدسك توب تسميه اي حاجة بريف لايت ريبورت ممكن تسميه مجلة كذا العميل كذا وهسايفه بي دي اف واقول له سيف وتعالا نشوف هيطلع ريبورت عامل ازاي بعد ما خلص الريبورت هو اوتوماتيك راح ستصدره بي دي اف وفتح برنامج الاكروبات عشان يقرأ ملف البي دي اف خلينا نركز مع بعض هلاقي هنا ان هو كتب لي اندزاين بريف لايت ريبورت اسم الدكيومنت او اسم ملف بتاعه انتراكتف تو امتداده اي اين دي دي يعني ملف اندزاين وده اسمه البيلوفاير اللي هو اشتغل عليه واكتشف منه الاخطاء اللي هو البيلوفاير البيزيك الاساسي بتاع الطباعة زي ما قلنا هنا هتلاقيه عامل لي جدول بطريقة شيك اوي هنا الارور وهنا رقم الصفحة اللي فيها الارور هنا مع السمهاري زي ما انت شايفين اللينك باللي انت عندك ثلاث اخطاء اثنين ميسنج لينك وواحد موديفايت لينك وكتب لي هنا كل حاجة خاصة بالاخطاء اسم الصورة اللي فيها المشكلة المشكلة ايه وازي يعالجها هنا برضو اسم الملف اللي فيه المشكلة او عفوا اسم الفيديو اللي فيه المشكلة وازي يعالجه الموديفايت لينك برضو اسم المشكلة وازي يعالجها وبعدين فتح حاجة جديدة اسمها التكست انا عندي مشكلة في التكست اللي هو الخط جي ايه المفروض ان هو يبقى كتب هنا اسم ملازل الفخامة اللي احنا شفناه في الانتزاين ولكن الريبورت اما بتكي تصدر منه ما بيدعمش اللغة العربية بس هنا كتب لك ايه المشكلة ايه اسم الفونت ده على اقل انت عرفت اسم الفونت ايه الفونت اللي فيه مشكلة عشان ما ما تيجي تبعاته للعميل يبقى عارف ان ده الفونت اللي عندك فيه مشكلة فاصبح الموضوع عندك سهل انت معك الريبورت دلوقتي تقدر تبعاته للعميل كله اللي لو سمحت عالج لي المشاكل دي وبعدين بعت للملف تاني وفرت على نفسك وقت وفرت على العميل وقت العميل دلوقتي يعرف مشاكله فين ايه هي المشاكل اسماء الملفات اللي فيها المشاكل في ايه صفحة بالزبط وطريقة العلاج وايه المشكلة وانت وفرت على نفسك ووفرت عليه طيب نرجع تاني الانتزاين احنا كده خلاص عارفنا موضوع الريبورت ازاي بعمل الريبورت من الايكونة هنا بقرره سيف ريبورت بيطلع لي ريبورت بالمشاكل اللي عندي طيب انا بقى عايز اعمل بوروفيل خاص بيه مش هنقولن الانتزاين دلوقتي عامل اتنين بروفيل واحد بيزيك وواحد دشتال البابلشينج لأ انا عايز اعمل بروفيل خاص بيه انا اسميه باسم المكان اللي انا فيه او انا هشغال على مجلة او كتاب او بروفيل او منيو وعارف ان انا هحتاج بعض الحاجات في المجلة دي او في الكتاب او في منيو او في التصميم ده فعايز انا اعمل اخطاء خاصة بيه بحيث ان انا هقول للانتزاين لو سمحت أما تكتشف الأخطاء دي نبهني لها أعمل الكلام ده إزاي أروح هنا على الإيقونة الصغيرة وأقول له Define Profile بضغط عليها بالمنظر ده بيطلع لي البانال دي وخلينا بقى هنا نركز مع بعض شوية أول حاجة عندي هنا ده البيزيك بتاعه العادي هتلاقي البيزيك العادي بتاعي هو بتاعه هو معلم على اللينك اللي احنا شفناه من شوية يعني بيقول له اكتشف أخطاء اللينك ومعلم على التكست بقول له اكتشف أخطاء التكست ولكن لحظات ده أنا عندي تحت التكست حاجات كتيرة جدا 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 هو مش معلم عليها هو بس مختار الفونت ميسينج جميل وعندي حاجات خاصة بالدشتر البوبليشنج برضو هتلاقي معلم عليها ده أنا عايز أعمل حاجة خاصة بي أنا تماما أعمل الكلام ده إزاي هاجي هنا على علامة البلاس أو الموجب واضغط كده هيقول لي تلاقيه تفتح لي New Brieflight Profile ويقول لي لو سمحت أنت عايز تسميه إيه فأنا ممكن هنا أجي أسميه خيال تيست مثلا أو لو أنت شغال مجلة معنا ممكن تسميه بإسم المجلة بحيث يبقى عندك بعد كده أكتر من بروفايل لو أنت عايز تشايك عليه أنا سميته هنا خيال تيست وأجي هنا أقول له سيف خلاص تسيف عندي خيال تيست وبنزل معاها هنا تحت طيب زبط بقى خيال تيست ده حسب ما أنت عايز أنت عايز إيه أول حاجة عندي هنا خليني أقفل لكم كل دول عشان ما أشت لغبطوش الجنرال الجنرال دي مش هتميني في حاجة انت بس هنا بتكتب بوصف أو ديسكريبشن حسب ما أنت عايز ممكن تكتب هنا هذا البروفايل مثلا خاص باكتشاف أخطاء مجلة كذا أو باكتشاف أخطاء كتاب كذا لو أنت عندك أكتر من بروفايل وده ما يهمنيش تماما ممكن تسيبه أسان فاضي نيجي بقى للحاجات المهمة اللي فيها شغل وعايز أتركيه شوية أول حاجة عندي اللينك عايز تكتشف إيه من اللينك إيه الأخطاء اللي أنت ممكن تبقى شايفها في اللينك وأقدر أن أنا أنبهك لها كبرنامج هضغط هنا على سام الصغير الخاص باللينك هلاقي عندي في اللينك تلح حاجات بس صغير يقدر يكتشفهم link missing or modified ودي اللي كانت متعلم عليها في الأول إنزين هو عاملها بشكل أساسي وهنا بقول له اكتشف أخطاء الميسنج أو المودفايد أي لينك عندك أي لينك ملف فيديو ملف صوت أيا كان إيه هو لو في missing مفقود أو في تعديل لو سمحت نبهني تحت وقول لي أن أنت عندك هنا error ولازم أعالجه جميل تاني حاجة هنا من اسمها طبعا new URL link ودي أكيد هتبقى خاصة بحاجات PDF interactive أو ملفات ال digital publishing يعني لو أنا عندي أي آيكونة أو أي لينك هيقدر يوصلني على موقع خارجي واللينك ده أنا مش رابطه صحة واللينك ده غلط أعلم لي برضو عليه أنا هنا هشيل ده من علامة الصحة لأننا دلوقتي بشتغل شغل خاص بالطباعة ما عنديش أي حاجة فيها URL link تمام أو بي آي ده خليها بعدين لأننا حاجة متقدمة شوية ومش هنحتاجها دلوقتي أنا مش هشرح طبعا كل حاجة لأن ال brief light كبير قوي فأنا اخترت فقط لغير من اللينك link missing or modified طيب خلصت منه واقفله بالمنظر ده تعالى نفتح ال color لو تلاحظوا ال color الأساسي ما كانش متعلم عليها خالص يعني ال design في الأول ما كانش مديني أي missing خالص خاص بالايه بال color خلي بالكو انا اتعمدت في الأول ما اكتشفش او ما صلحش الأخطاء انا كان عندي كام هنا اربعة error ملاحظين شوف بعد ما اعمل بروفايل بتاعي هيبقى كام error هفتح ال color كده واشوف ايه اللي جواها لقيت ان القرال دي جواها حاجات كتيرة قوي قوي خلاني نمسكها معني مش هنقول واحدة واحدة لان زي ما قلت لكم وضوع كبير فيها انا عندي حاجة اسمها transiprancy bleeding space لو فتحتها برضه كده معنى السهم الصغير للقصاد اي امر من دول يبقى انا لو فتحته كده هلاقي حاجات تانية عندي جميل transiprancy برانسي خليها دلوقتي برضه موضوع متقدم سيان مجين تايلو خليها دلوقتي انا اكلمكم على الحاجات المهمة والاساسية اهم حاجة عندي color space and mood لو فتحته كده معنى ان فيه سهم صغير يبقى انا عندي لسه اوامر تحت لو ضغطت كده هلاقي ان انا عندي هنا بعض الاوامر دي خليني اول حاجة اعلم عليه بالصح عشان تنشط الاوامر دي طب ايه القصة هنا بقى color اندزاين ما كانش مديني اي missing خاص بالcolor هنا بقوله انا دلوقتي شغال ملف ايه ده ملف اطباعة زي ما قلنا هالطبع فبالتالي الشغل اللي عندي جوه لازم يبقى عبارة عن ايه CMYK ولا بانتون ولا RGB ولا جري ولا لاب هنا انا بقوله اكتشفت الاخطاء طب ايه هي الاخطاء اللي ممكن تبقى عندك لو انت راجل شغال للطباعة اكيد اول خطأ عندي ال RGB وده المشكلة اللي بيوع فيها ناس كده جدا انه ساعات ينزل صور او بيجيب صور من اي مكان وانه جاي حطيتها في الاندزاين على طول والصور دي بتبقى RGB بدون ما تكون انت فتحتها على الفيتشوب وعدلتها وخليتها CMYK فانا هنا بعلم ليه على RGB حين انا بقول للاندزاين اي صورة RGB هتكتشفها في الملف ارجوك نبهني ليه عشان عالجها حلو طيب ليه CMYK هتدخالي هنا ما انت وارد تكون انت شغال دشتن بابلوش او انت هتصدر الملف ده دلوقتي بديف انتر اكتف فهنا بقى هاعكس اقول له لا اي ملف او اي صورة تلاقيها مش صارت صورة على فكرة اي عنصر اي شيب اي مربع اي دايرة واخدلون CMYK ارجوك نبهني ليها لو انا شغال دشتر البابلشنج ولكن انا دلوقت شغلت طباع فانا بقول له اي صورة او اي عنصر تلاقيه RGB حتى لو لوجو انت جايبه مليستريتور اي حاجة تلاقيها فيه RGB ارجوك نبهني ليها هنا طيب ايه هو الزبوت كالر زي ما قلنا دلوقت شغال انا CMYK فبالتالي انا مش عندي زبوت كالر ايه هو الزبوت كالر كلمنا عليه قبل كده في دروس الستريتور تقدر ترجعوله لو عندي لون خاص او عندي بانتون انا هنا عارف ان انا باطبع الشغل بتاعي دا دلوقتي انا بستطدره للمطبعة الشغل هذا عبارة عن اربعة لون سيان ماجينتا ييلو بلاك فبالتالي ما عنديش زبوت كالر ما عنديش الوان خاصة ما عنديش بانتون خليني اعلم عليه عشان هنا برضه اقول له لو سمحت لو اكتشفت اي بانتون اي لون خاص نبهني جايز انا غلطان طيب اجي حاجة تانية عندي هنا الزبوت كالر سيطب تعال نفتحها برضه قولنا سهم صغير هنا يبقى معناه لنا لسه عندي اوامر تحت الامر ده فلو ضغطت كده خلي بالكم ما تجد تضغطوا عشان فيه ناس بتتدائم الحركة ما تضغطش على الراس من هنا لان هتلاقيه مش شغل معك حاول تضغط من هنا شايفين المكان ده اضغط كده بعد ما ضغط كده هاجي اشغل الزبوت كالر سيطب هنا دي معناه ايه ماكسموم الزبوت كالر يعني ايه وارد ان انا دلوقت شغالي الملف ده فعلا عندي عبارة عن اربعة لون ولكن زائد كمان لون خاص او زائد بانتونة كمان يبقى الملف الاجمالي بتاعدي هيبقى خمسة لون اربعة لون الطبيعيين بتاعنا السيان مرجنتا يلو بلاك واستخدمت كمان بانتون في الامر ده فهنا بقول له انا مسموح لي بس بلون واحد الزبوت كالر لو اكتشفت اكتر من لون لان اكتشفت لنون الزبوت كالر خلينا اكتب لون اثنين لو اكتشفت لونين الزبوت كالر هنا يبقى في حاجة غلط ارجوك نبهني واقول لي ان انت عندك خطأ عشان اروح اشوفه فين وابتدي اعالجه جميل كده انا خلصت من ايه من امر الزبوت كالر هنا وامر الكالر عندي ايه تاني عندي اوفر برينت الوفر برينت ده كارسل واحده والريجستريشن كارسل واحده والناس كتيرا جدا المبتدئين بيقوا في الاخطاء دي هنعرفين الوفر برينت يعني حاجة بتبقى متفراغة في الطباعة وخصوصا الناس بتوع فيها ان انها في اللون الابيض لو انا عندي لون ابيض طبيعي اللون ابيض ده ما بقاش متفرق تحته هو بيبقى باين كتصميم ولكن عندما بتجد الطبعة سواء تطبع على الطبعة المكتبية اللي عندك او الطبعة في المطبعة بتلاقي اللون اختفى هوريكم ده معناقي دلوقتي ولو انت ما عندكوش فكرة عن الوفر برينت ممكن تكتبوا لي تحت في كومنت في الفيديو بحيث نعمل درس بعد كده على الوفر برينت عشان نشرحه فهنا انا بقول له لو سمحت اي اوفر برينت تكتشفه او اي اوفر بر الابيض نور باللون الاحمر عشان تقول ان انت عندك مشكلة طيب ايه الريزيستريشن ده حاجة في غاية الاهمية وبرضه اغلب المصامرين المبتدئين بيقع فيها حتى المحترفين ساعات بيقع فيها لو انا عندي حاجة جاية من ملف خارجي التصميم العميل جاهز جبت حاجة مليستريتور جاهزة وما خدتش باري وشاركت على اللون طب ايه هي دي دايما عارفين ان اللون التكست الاسود تكست الاسود بيبقى 100% بلاك يعني سيان زيرو ماجينتا زيرو ييلو زيرو البلاك بس بيبقى نازل فين في الاسود فقط لا غير جميل فانا هنا بعلم بقول له لو سمحت لو انت اكتشفت اي تكست نازل الاسود بتاعه في الاربعة لون نبهني وحزرني عشان اعالجه وده خطأ بنوع في كتير جدا موضوع اللي هو بيسموه ريتش بلاك تكلمت برضه عن الموضوع ده بالتفصيل في دروس الاسدريتور تقدر تراجعوها موضوع ريتش بلاك يبقى انا اي لون اسود عندي في التكست زي التكست اللي انت شايفين ده التكست الصغير الجريده لو انا مديله اسود واللي اسود هنا نازل في الاربعة لون ده غلط لان دائما بيحصل هزة في الطباعة وتسبب لي مشكلة فانا بقول للانتزاين لو سمحت اكتشف الخطأ ده بنفسك وقل لي مكانه فين عشان اقدر اعالجه يعني لو لقيت اي تكست نازل في الاربعة لون ارجوك نبهني جميل كنت انا خلصت القارة الخلاص اقفلها هنا عشان اوسع لنفسي انا عندي هنا الصور والابجكت دي برضه الانزاين في الاول ما كانش معلم عليها خالص ولا معترف بيها خليني افتحها كده واعلم عليها صح ودي برضه في غاية الاهمية طب ايه هي اللي انا اعلم عليها دي فيها حاجات كثيرة جدا خلينا ناخد الحاجات المهمة اول حاجة الامج ريزيليوشن جودة الصور ودي مشكلة المشاكل عند اغلب المصممين المبتدئين وزي ما قلنا معنا ان فيه ساهم اسود صغير هنا اضغط عليه الاقي برضه حاجات تانية كثيرة زي ما قلنا البي فلايت كبير جدا هناخد منه اهم حاجة ولكن الحاجات دي كلها بسهل عليك انت عاملك كمصمم زي ما قلتلك اي مصمم بيتمنى الامر ده موجود في جميع برامج ادوي طيب ايه موضوع الامج ريزيليوشن انا هنا بقول له color image maximum resolution و color image minimum resolution يعني ايه المكسمم ما تنمينيش في حاجة انا ممكن اقول له الصور اللي ريزيليوشن متاحها فوق التلتمية نبهني ولكن مش مشكلة اخليها لانها بتبقى كويسة ولكن لو انت عندك ملف كبير جدا وعدد صفحاته كبير وفي صور كتير وجايب الصور هاي ريزيليوشن جودة عالية مش شرط تبقى فوق التلتمية لان مش هستفت حاجة ما تبقى فوق التلتمية ولكن هي هتقالي الملف فبقول له اكتشف لي الموضوع ده بلاش نعلم عليها لان قليل اول ما تلاقي حد بيستخدم صور اكتر من التلتمية اللي يهمني دلوقتي في الامر ده color image minimum resolution يعني ايه في غاية الزكاة الاندزاين بعلم على الامر ده بقول له لو سمحت لو اكتشفت اي صورة انا مستخدمة في الملف resolution متاحة اقل من 250 نبهني قولي الصورة دي عندك resolution متاحة اقل من 250 طبعا انت كمصمم عارف الصور اللي تبقى صالحة للطباعة resolution متاحة كام زي ما احنا عارفين بنتكلم في المجال المطبعات الورقية فبالتالي الصور عندي بتبقى ما بين 200 و 300 resolution بتبقى تصلح للطباعة تحت المتين بيبقى هنا في resolution متاحة ما بتقاش كويس الصور بتبتدي تبقى من غمشة او فيها ضبابية او ما بتبقاش كويسة فهنا انا اقول له مثلا خليك في المتين بحيث ان انت لو اكتشفت اي صورة اقل من المتين resolution متاحة نبهني نفس الفكرة هنا مش هنتكلم كتير gray scale الصور gray scale برضو لو اكتشفت ان هي اقل من 200 او 250 برضو نبهني برضو هنا الصورة ال one bit image لو اكتشفت ان هي كده نبهني جميل اللي يهمني موضوع الايه ال color image جري سكيل خليها ما تهتمش بدي قوي بعد كده باجي لحاجة في غاية الاهمية اللي هي النون سكيلينج يعني ايه انا هنا بقول له لو اكتشفت اي عنصر خلي بلاك انا بكلمش عن صورة اي عنصر واخد سكيلينج مش طبيعي ينبهني يعني ايه سكيلينج مش طبيعي ناس كتيرة جدا متوع في المشكلة دي وقصونا طبعا مبتدئين بيجيب صورة او انصر ومن ما بيجي يتكبرها ما بيضغطش زي ما احنا عارفين ما بيضغطش shift control عشان يحافظ على النسبة والتناسب لا بيعمل لها حاجة اسمها مط للصورة تلاقيه بيكبر من جنب واحد او بيصغر من جنب واحد من الشمال بس او من فوق تحت فبيحسب هنا اسكيل غير طبيعي للصورة صورة تكون بالعرض تلاقيه نفسك عملتها بالطول او صورة بالطول تلاقيه نفسك مطتها بقى بالعرض فهنا انا بقول له لو سمحت لو انا علمت عليك صحة كده اي صورة او اي عنصر او اي object مش شرط يكون صورة زي ما قلنا اكتشفت ان هي معمول لها اسكيلينج مش طبيعي نبهني ونور باللون الاحمر وقول لي ان هنا في خطأ عشان اعالجه هنا مش هحتاجي الامر ده مش هحتاجي الامر ده البروفايل حاجات متقدمة شوية طيب نيجي هنا برضو الامر لزيز جدا من امام stroke يعني ايه اظلنا واضح جدا من اسمه طبعا يستحسن يكون عندك مصطلحات الانجليزي بتاع البرامج انت فاهمها يعني فعارف يعني stroke عارف يعني oversate الحاجات اللي دايما بنقولها احنا ما بنيجي نتكلم بالانجليزي في بعض الاوامر هو مش غرور مننا او تعالي عليكم لا هي قصة كلها ان فيه اوامر لازم انطقها بالانجليزي حتى لو انت الانجليزي بتاعك بتنطقها غلط ولكن اعرف معناها ايه عشان هتقابلك في حاجة زي كده فانعارف معنى stroke ايه stroke خدناه قبل كده هنا بقوله اي سمك لل stroke اقل من ال 0.150 لو سمحت نور لاننا عارف ان السمك ده ما بيبقاش واضح في الطباعة ما بيبقاش موجود فهنا ممكن اقوله لو سمحت خليني واحد اي stroke اقل من الواحد لاي عنصر داخل البرنامج ايد باللون الاحمر عشان تقولي ان انت عندك هنا في مشكلة برضو هنا لو لمحت stroke واخد مالتي بلاي او واخد لون ابيض برضو نبهني طيب نيجي هنا للانتر اكتف ودي مش تبعنا دلوقتي لان احنا مش شغالين انتر اكتف احنا شغالين ملف في طباعة ولكن سريعا هنا برضو بقوله لو في حاجة فيها فيديو فيها اوديو فيها انيميشن متحرك فيها مالتي ستايت فيها بوتون فيها فلاش بلاير لان ظان على فكرة بيدعم كل الحاجات دي وكل الحاجات دي انا استخدمتها في الدورة اللي انا عملتها على موقع يدومي الخاصة بالانتر اكتف بي دي اف فانا هنا مش محتاج الكلام ده كله لان انا مش شغال انتر اكتف بي دي اف انا شغال هنا هنا الطباعة فاشيل العلامة دي خالص مش محتاجها هنا نيجي الامر برضو لذيذ جدا وهو البريد والتريم لو ضغطت كده ركز بقى شوفه فعلا انظام من البرامج الزكية جدا هنا انا بقول له لو سمحت البريد اللي انت عايزه كام هقوله البريد واللي يكون مثلا عندي يبقى خمسة او اربعة حلو خليني اعمل السلسلة كده أنا عندي اربعة حلو خليني اعمل بهم هنا لازم اعلم على علامة دي اللي هي تشك فور اوبجيكت نير سبين يعني اي عنصر تلاقيه انا دلوقتي عندي بليد البليد بتاعي وليا اكون اربعة او خمسة حسن ما نتعلمنا لو لقيت اي عنصر قريب من البليد ده اللي انا كتبته نبهني نبهني عشان ما يحصل مشكلة ساعة ما يأتي يتقص يعني اي الكلام ده شايفيني التاكست عندي هنا انا عندي ولي اقد انا اشترطني ان ده البليد بتاعي وطبعا هذا حاليا الهامش هنفترض ان هذا البليد بتاعي فابقول له لو عندي تيكست مش شرط يبقى تيكست عندي تيكست سور اوبجيكت اي تصميم اي عنصر قريب من البليد بنسبة اربعة نبهني عشان اعرف ان هنا هيبقى فيك خطأ اثناء القص شوفه هنا زكاء جدا بيوفر عليك حاجات كيرا جدا طيب بعد كده الهيدنج انا مش محتاجة اشيلها وخلاص خلينا نقفل الامج عند اوبجيكت ونفتح دلوقتي التيكست لو فتحت التيكست برضو التيكست حدوتة كبيرة برضو الانزاين دايما معلمك على الوفر ست تيكست تفتكره في تاني درس شرحناه او تالت درس دروس النصوص قلتلكوا احفظوا مصطلح الوفر ست تيكست زي ما قلنا دايما في حاجات لازم تحفظها بالانجليزي اوفر ست تيكست يعني عندي نص زائد نص مفقود نص مش باين احفظها كويس ودي من اهم الحاجات في الانزاين عندما تكتب تيكست فانا بقول له انا بعلم له علامة صح بقول له اي حاجة تلاقي فيها اوفر ست تيكست نبهني باراغراف ستايل اند كاراكتر ستايل برضو نبهني لو فتحناها برضو كنا نلاقي حاجات كثيرة جدا جدا هنا مش محتاجها دلوقتي لانها مش مهمة المهمة عندي هنا زي ما قلنا الاوفر ست تيكست الفونت ميسنج ودي اللي الانزاين بيعملك علي خطأ لو لقيت عندي اي ميسنج فونت يعني فونت مفقود بلغني الجليف ميسنج برضو ممكن تحتاجها لو لقيت عندي حاجة فيها عناصر او رموز او اقواص او الحاجات اللي هي خاصة بالجليف نبهني عليها عندي حاجات تانية ولكن خلينا برضو زي ما قلنا ناخد اهم حاجة نشوف الامرين دول وهما في غاية الاهمية نفس الفكرة نون سكيلينج يعني لو لقيت اي فونت واخد سكيلينج مش طبيعي زي ما قلنا فيه مط مش طبيعي ممطوط بطريقة مش طبيعية نبهني وده برضو خطأ رهيب في التكست زي ما هو في الصور ولكن في التكست كمان اكبر هنا برضو عندي امر في غاية الاهمية وامر لزيز جدا جدا مينيمام طيب سايز يعني ايه لو ضغطت على السلم الصغير هنا ده لقيت ان هو هنا عمل لي مينيمام طيب سايز لو ضغطت على المصح هنا هنا معناها ايه الكلام ده هنا بقول له لو انت انا اللي بحدد له على فكرة على الخطأ دي انا اللي بحددها بقول له لو انت اكتشفت فيه فونت انا مستخدمه وميدي له السايز بتاع الفونت مثلا اقل من عشرة نبهني لان انا عارف بخبرتي او ان انا عارف اما عملت برينت اوت ان الفونت اللي اقل من عشرة بيبقى صغير جدا وضعيف والعميل ما بيقدرش يشوفه فانا هنا بقول له عشان ما اقعش في الخطأ ده خلينا نقول ايه اتناشر او عشرة اي فونت اقل من عشرة نبهني قول لي لو سمعت الفونت ده محتاج يكبر لانه مش هيبقى باين في القراءة فالعمر ده جميل جدا جدا بالنسبة للتيكست بعد كده الحاجات دي كلها خاصة بالتيكست وزي ما قلنا حاجات متقدمة شوية ومش هنحتاجها عموما في مجالنا هنا موضوع دوكومنت عندي برضو دي حاجات خاصة بالدوكومنت وقليل قوي 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 ما تلاقي حد معامل عليها صح وهي حاجات نادلة انها تحصل زي مقاس الصفحات يعني دلوقتي فتح ملف جديد فاخترت ان الملف ده يبقى افور لو اكتشفت صفحة واحدة بس مقاسها مش افور فبقول له برضو ايه نبهني او بقول له مقاسها مختلف وده طبعا قليل اول ما يحصل لانت قريدي ما بتروح تفتح ملف جديد بتحط المقاس افور الصفحات كلها بتبقى افور الا لو انت عملت تفضيل لصفحة مهانة او مقاس لصفحة مهانة هتبعتها مثلا ديشتال بابلشنج وهكذا هنا برضو النمبر لو لقيت صفحة بلانك صفحة بيضة نبهني عليها وقول لي ايه سببها وكذا فعادة بالنسبة للدوكيومنت احنا مش بنحتاج حاجة طيب انا كده خلصت زبطت البرنامج عندي عملت بروفايل خاص بي اقولت له اكتشف الاخطاء دي لان الاخطاء دي انا دايما هاعة فيها او الاخطاء دي اللي ممكن تقابلني في الطباعة الاخطاء دي يا جماعة مكلفة بعتازل لو انا بزود في الفيديو او مدة الفيديو او بتنتكلم بالتفصيل لان الحاجات دي مهمة احنا هنا دخلنا في الجد انت هنا دخلت في الطباعة انت خلاص خلصت الملف بتاعك ورايح تطبعه اي خطأ من اي نوع مهما ان كان هيكلفك كتير جدا هيكلفك ماديا ونفسيا وعنويا لان انت بعد ما خلصت شغلك وكتشفت ان الشغلي ممتاز جدا على الجهاز تيجي باعتبات المطبع تكتشف كل الاخطاء اللي هنشوفهم مع بعض دلوقتي دي وتلاقي الشغل بتاعك رجع لك تاني فهنا لو حاسس ان الفيديو عندك طويل حاسس ان انت توت وقف الفيديو تفرج عليه النهاردة تفرج على نص بكرة وكذا ولكن ركز في الحاجات دي لانها مهمة جدا جدا وقد تكلفك الكثير قوي مش بس ماديا طيب انا كده خلصت كل الحاجات بتاعي والبروفايل بتاعي هقول له هنا لو سمحت ايه اوكي بقى عشان ننفذ خلينا هنا نشوف كم انا عندي اربعة اخطاء فقط لا غير بالمناسبة قبل ما اقول له اوكي انت ممكن بعد ما تحفظ البروفايل بتاعك ده تيجي هنا وتقول له امبورت بروفايل لانه ممكن البروفايل ده بعد ما انا زبطته بهذا الشكل وقلت الانزاين اكتشف له الاخطاء دي ان انا عايز اصدره على جهاز تاني ده كنت عامله في البيت وعايز اوديه الشغل ده بروفايل انا شغال به وفيه عميل تاني او زميلي او العميل اللي انا بتعامل معاه بيشتغل انزاين هبعات له الربورت ده او البروفايل ده عشان يشتغل عليه عشان تباهية نفس الاخطاء اللي عندي تباهية نفس الاخطاء اللي عنده فاقدر ان انا اي بروفايل انا عملته اعمل له اكسبورد او اعمل له لود استدعي بروفايل جديد طيب خلينا اقول له اوكي ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي مع الاندزاين هتلاقي ما حصلش اي حاجة انا مازال عندي اربعة ايرور هنا واربعة ايرور هنا طب ليه لان البرنامج مازال متعرف ان انا فين في البروفايل الخاص بالبيزيك الرئيسي بتاعه تعالى بقى هنا افتح لقيت فعلا ضف لي بروفايل جديد اسمه خيال تيست ركزوا انا عندي هنا اربعة ايرور اول ما اختار خيال تيست لقيته بيعمل دلوقتي تشيك هو سريع جدا على فكرة بيشيك على ملف كله اكتشف كام 280 خطأ عندي في الملف 280 خطأ جوم ازاي ازاي يعليجهم بناء على ايه الاخطاء دي جات بناء على منا قلت له اكتشف الاخطاء دي ازاي عالجها طبعا مش هنقدر نعالج 280 خطأ لان نقعد ساعات في الفيديو ولكن الموضوع طويل مش هنوصل للساعات طبعا ولكن هقول لك الفكرة ايه زي ما قلنا هنا عندي اتنين ميسنج عرفت ان هما فين عرفت ان هو ده الميسنج فبالتالي زي ما قلنا ان عندي الصورة دي فيها مشكلة طيب ايه المشكلة اللي في الصورة دي زي ما قلنا هنا الصورة دي محتاجة ان انا ابدلها فحضرتك ممكن تيجي زي ما قلنا في بانر اللينك دي الصورة اللي عندي ري لينك واختار اي صورة تانية غيرها ايا كان هي الصورة اختار صورة تانية انا هنا مش اختار صورة تانية عشان ما عنديش وقت فاعتبر ان الصورة دي ايسا مش موجودة معايا همسحها خالص من الملف نيجي للصورة اللي بعدها ملف الفيديو برضو انا ما عنديش الفيديو ده حاليا خليني امسحه عشان بس اوريكو اكتشفنا ان دلوقتي الصور قال ثلاثة ال ١٨٠٨ خطأ قال له وهنا في اللينك بقى عندي المودفاية بس المودفاية امرو صحيح خليني اضغط كده فين هو ده ازاي عالجو هيقول لي اضغط هنا دبل كليك لو ضغطت دبل كليك هيعملي تحديث للصورة ايا ان كان الصورة دي اي 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 تعال انا اضغط دبل كليك كده لقيت وقاب لي صورة تانية خالص طب الصورة دي جات منين اصبح ان انا اصلا كان عندي خطأ انا سيفت صورة مكان صورة دي كتواجهة بردامج الانزاين وانا سيفتها بنفس الاسم على نفس الصورة المهم عندي مش مشكلة لشكل التصميم دلوقتي ان هو دلوقتي عالج لي ايه مشاكل اللينك لو تلاحظوا هنا ما عادش عندي حاجة اسمها لينك موجودة اختفت طيب نيجي الحاجة التانية للقلر ايه هي مشاكلك في القلر لو ضغطت كده color spacing لقيت ان انا عندي حاجات كتيرة ايه كل ده وليه جاء لان انا بالفعل في الاول كنت تشغال الملف ده شغال RGB طيب تعال نتأكد لو ضغطت كده لقيتم بيقول لي انت كل حاجة عندك هنا RGB بص الفايل بتاعك انت اساسا مستخدم RGB طيب ايه الحل بيقولك الحل ان انت تغيره لCMK وممكن تمسك عنصر عنصر هنا فعلا هايقول لي كل حاجة تضغط عليها لو جيت ضغط على المربع ريكتانجل ده اكيد الريكتانجل ده RGB طب ازاي اعرف يبقى انا روح فين ارو على الالوان تعال نفتح الالوان عندي الويندو switch color وتعال نبص ان الالوان عندي فعلا هنا الوان كلها زي انت شايفين RGB كل ده RGB وبانتون فأنا الوان مستخدم الوان RGB فلازم ان انا عالج كل المشاكل ده طبعا انا مش هعالج زي ما قلت لكم اعرفتكم ازاي طريقة المعالجة تعال نفتح قيمة image and object هلقي image resolution تعال نشوف لو بغضت على كده بلقي ان الصورة دي فعلا انا كنت اقيل له خلي بالك اي صورة تلاقي الملف ده كنت عامله او انشأته للعرض على النت فما كنت مجاهز للطباعة فبالتالي عندك مشكلة في الصورة طبعا حلها ازاي نفس الفكرة روح بقى شوف اصل الصورة فين headhap position علي وبتنزل ها تاني في البرنامج نفس الفكرة اضغطت هنا كل الصور اللي عندي دي او 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 بناء على طلب اي حاجة من 200 نبهني انا بنبيهك خلي بالك انت عندك الصورة او العنصر اهل من 200 وهكذا كل ده لازم تعالجه تعال نشوف حاجة جديدة الى non scaling اصبح ان الصورة دي فعلا بيقول ان الصورة دي مش طبيعية مش ده ما اسهل طبيعي الصورة دي تعمل لها scale حد لعب صغر فالصورة ده مش دي طبيعة الصورة عندك طيب ازاي عالجها نفس الفكرة تبتدي تكبر الصورة وتشوف اصل الصورة فين وتعالجها او تجلبها من جديد بالمقاس الطبيعي بتاحها طبعا انتعارف الصورة دي ما كان فين لها في ال لنك فبتالي اقضر ري لنك ونزل اصل الصورة ونزلها بحجمها الطبيعي ما تعملش فيها اي سكيلينج طيب عندي اي الاخطاء تاني الستروك انا كنت قلت له اي ستروك اقل من 16 او اقل تقريبا من 0.1 نبهني فلو ضغطت كده لقيته فعلا جاب لي هنا بيقول تعال اهو انت عندك خلي بالك الستروك ده اهو بناء على طلبك خفيف جدا احتمال ما يطلقش في الطباعة فانا قلت لك وبنبهك حسب ما انت اقترت برضو البليد عند الترم لو ضغطت كده هلاقي بيقول خلي بالك انت قلت لي اي حاجة قريبة من البليد اديني ونبهني فلقى فعلا المربع ده فعلا قريب جدا هنا من البليد ده بالفعل وصل لحد مشاكل التكست نفتح ونجد عندي ميسنج فونت اول حاجة اللي هو ده اضغط عليه وضغط كده هي وديني انت عندك الخطأ هنا في الفونت ده الفونت ده عندك مش موجود الفونت ده عندك مفقود ومش موجود طبع حلال يتعمل find font دور على font على net وتنزله او غير الفونت انا ممكن اجي هنا لو انت مش مرتبط بنفس الفونت واغير لي مش 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 خلي الفونت ده بص اختفت المشكلة عندي هنا اصبح ان المشكلة دلوقتي راحت وانتقل لمشكلة جديدة تمام المشكلة التانية عندي non scaling انا عندي هنا فونت واغدة scaling تعال نشوف كل دي فونت واغدة scaling تعال صغيرة لان كانت قريبة جدا بالنسبة لي من دايرة فانا قلت ايه حتة صغيرة بس كده بحيث يبقى شكلها اجمل ما اصرش على الشكل ولكن ضباط لي شوية ولكن هنا انا كنت اقل له اي حاجة تلاحظ تلاحظ ركز وانا في تيكست تحس انه طبيعي في scaling تحس انه تكتشفه وتقدر تعالجه تعال بص الكتلة دي لو انا صغرتها مثلا كده بصوا هنا علامة الحمر دي علامة الحمر دي عندي over set اه بصوا هنا ظهر على طول في ثانية ال brief light رائع جدا في update في ثانية وفي الاستجابة قال لي ان انت عندك over text لو ضغطت كده وضغطت كده لقيت تقبر الكتلة بتاع الكتابة text frame او اعمل edit للتكست نفسه يعني صغر التكست نفسه يتقبر كتلة الكتابة تعال نسمع كلامه ونشوف ازاي نعالجها وخلي يعنيك هنا على text frame وover set او المهوس على نفسي لقيت ان الخطأ فعلا اتشال وما عادش موجود عندي فاصبح ان انت مطلوب من حضراتك ان انت تعالج كل الاخطاء دي عشان توصل في النهاية ان الملف بتاعك يبقى باللون الاخضر هنا هتلاقي لون اخضر ومكتوب non no error معنى كان الملف بتاعك جاهز وصالح للطباعة دلوقتي ولكن بقرارة تاني مش معنى ان في اخطاء ان الملف بتاعك غير صالح للطباعة لا ممكن اكون انا انا اعملت لانا non بقرارة لانا اديت البيانات وانتشفت الاخطاء فامر بيفلايت غاية في الاهمية ركزوا معها كيف يعمل صح ومفروض من الاول تضبط البرفار وتعالج ثم تشغال تضع صورك واول error يطلع لك تعالجه بحيث لا تستنع لاخر الملف وتكتشف انت عندك ثم يتخطأ وتعالج اهتم جدا بالصور تيكست تيكست عندك زي ما قلنا لو ااخد اربعة لون خلينا اوريكو ما عليش فيه حتى مهمة بالنسبة لل overprint هو هنا ما طلع ليش اي خطأ خاص بالoverprint لان انا هنا ما عنديش overprint خلينا اوريكو حتة الoverprint اللي انا قصدها لو انا جيت هنا عندي في قائمة view بتاع اسمها overprint view لو ضغط كده الدنيا جميلة وده ال preview اللي هيطلع للطباعة التطباعة تطلع بالشكل ده طيب تعال ارجع ثاني ادفي overprint وتعال اعمل select هنا وتعال اروح في قائمة window output ولو اخترت الامر كده وجيت عملت هنا overprint تعال نمسك كده الكتلة بتاعتي هتلاقي امر الoverprint غير ناشط لان تيكست ده اللون الابيض وانا قلت له خلي بالك اي تيكست لون ابيض انا مش عايز ياخد overprint ولكن تعال نفترض ان التيكست ده ما كان ابيض كان لون بيز شوية كده هلا ان الoverprint هنا عندي بعد نشطة لو جيت ضغطت على overprint هتقول لي طب وانت اخطرت الامر ده بالغلط وارد ان انا جايب التيكست ده view overprint preview لانت ان تيكست يطلع بالمنظر ده مشكلة كبيرة جدا تخيل انت بعدت المطبع بالمنظر ده وانت اتطبع وانت شفاهم المشكلة فين ولا الخطأ فين الشغل هيرجع وتدفع انت ثمنه بالتالي ده خطأ كبير عندي جدا ازاي عالجه اساسا لو رحت القيم الكلر هنا لقيت شرح كان شرح البرنامج في غاية الاهمية والامر ده كمان ان شرح في برنامج ال ادوي اكروبات دي سي لانه مهم جدا وارد ان انا كنت خلاص صدرت الملف في الفعل او الملف جاي ل على برنامج ال pdf الملف تصدر من ال اكتشف الاخطاء دي في البرنامج ال pdf نفسه او ال اكروبات وزاي اعالجها بدون مرجع لل ان ده يبع درس خاص بعيدا على ال ان هنتكلم شوية عن برنامج ادوب خلال الكورس كل اكتبوها تحت في اليوتيوب في الفيسبوك في الانستجرام في تويتر عشان اقدر جمعها وفي فيديو الاخير نعمل عليها درس كامل للاخطاء او المشاكل اللي قبلت كم ان شاء الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته